مشاهدينا كرام في كل مكان في مصر مشاهدي قناة مصر التعليمية اهلا ومرحبا بكم في مسابقة الاوائل ببرنامج سر التفوق النهاردة عندنا مسابقة قوية جدا طلبة شطار جدا جايين من اماكن كبيرة واماكن بعيدة عن هنا في مصر بلدنا الجميلة عندنا مسابقة قوية فكركم بسرعة بقوانين المسابقة بتاعتنا النهاردة عندنا فريقين فريق الاحمر والفريق الاخضر اللي هنتعرف عليهم كمان شوية كل فريق منهم له طبعا سؤال هيبدأ يفكر مع بعض 30 ثانية وبعد 30 ثانية هنبدأ ناخد الاجابات عايز افكركم كمان بوسائل المساعدة بتاعتنا عندنا خلي بالكوا اول وسيلة مساعدة هي حزف ايجابتين الوسيلة التانية طبعا قدامنا على الشاشة وهي بدل الفريق مدة زمنية اضافية يفكر كمان 30 ثانية زيادة تعالوا تعرف مع بعضك كده على الفريقين الجمال صحابنا النهاردة اللي جايين من اماكن كبير اماكن بقيدة جدا النهاردة فريق الاحمر نتعرف بيكي سلمة عصام عبدالله عطيقات يوسف مدرسة طارة بوزيدة تمام هداية عصام محمد احمد فايد مدرسة موسى ابن نصير بسمية للغاية اهلا بيكي اهلا بالفريق الاحمر معانا سلمة ومعانا هدية ونشوف الفريق الاخضر النهاردة معانا بفداري عرفي بنفسك باتول محمد فاوزي مدرسة كفر الشيك تمام ندى احمد عبدالرازي مدرسة قرس ابن مالك تمام وطبعا بنحي وبنرحب بالفريق الاخضر باتول وندى واللي طبعا كلهم جايين النهاردة مستعدين جدا مش عادي بقى هم مستعدين ولا لا لا لأ الاسئلة القوية والاسئلة محتاجة تفكير قويس جدا مستعدين ولا لا مستعدين اكيد هنبدأ مع بعض المسابقة يلا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مش عادينا الكراء ونبدأ معاهم مسابقة النهاردة وهنبدأ مع الفريق الاحمر ونشوف السؤال الاول اللي طبعا هيكون من نصيب الفريق الاحمر عايز افكركم كمان كل فريق لو فاز او لو الفريق جاء اجابة صحيحة بياخد نقطة وبيحطها جوى البوكس الاحمر بتاعه وفي نهاية الحلقة بنشوف مين الفريق اللي فاز طيب نشوف مع بعض السؤال الاول نبص مع بعض كده على الشاشة ونشوف السؤال من قراط العالم الحديث نشوف مع بعض قارة افريقيا قارة اسيا قارة اوروبا قارة استراليا نفكر مع بعض ومعانا تلاتين ثانية نفكر مع بعض كده ونشوف قارة افريقيا قارة اسيا افريقيا اوروبا استراليا نفكر قارة افريقيا سلمة ولا هداية مين هيقولي انا يا الله هداية حضي قارة استراليا قارة استراليا الإجابة رقم اربعة رقم اربعة اربعة برافو عليك فعلا إجابة صحيحة هي قارة استراليا ودي فعلا من قرات العالم الحديث هل تخصركم بسرعة قرات العالم الحديث عندنا كان قره مين فاكر ها يعني حضي قولي حبيبتي بس من غير نقطة انا خلي بالك هتجول الشراب بنقطة يلا اقول امريكا الجمالية امريكا الجنوبية واستراليا وانترانتيكا انترانتيكا برافو عليك فعلا مين فاكر بقى قرات العالم القديم سلمة هتقول يلا يا سلمة اسيا وافريكيا واروبا برافو هم تلاتة بس شطورة جدا برافو بيفوز الفريق الاحمر بنقطة ونحط نقطة في البوكس الاحمر تعال نشوف مع بعض كده خريطة العالم ونشوف القرات اللي صحابنا قالوا عليهم دلوقتي تعال نشوفهم مع بعض كده على الشاشة طبعا عندنا خريطة العالم اللي لونها اخضر دي طبعا قرات افريقيا اللي لونها احمر فوق خالص دي طبعا قرات اوروبا على اليمن طبعا الاصفر الكبير اChaw دي قرات اسيا وطبعا عندنا قرات اللي هي بلون البوني دي قرات استراليا ليا طبعا اجابتنا النهارده وطبعا في قارتين ملزقين في بعض كده تحسوا ان هم أخوات امريكا الشمالية اللي فوق وامريكا الجنوبية اللي تحت برافو عليكم ومين شاطر هيقول اللون الأزرق ده كله ده لون أمين؟ مين شاطر؟ ها نادا؟ البحار برافو عليك طبعا دي البحار والمحيطات المياه اللي موجودة على كوكب الأرض برافو الفريق الأحمر ومشاهدنا الكرام الفريق الأخضر اللي طبعا عليه الدور في السواء يستخرج المانجنيز نفكر مع بعض من منطقة اسمها ايه؟ ها نفكر الوادي الجديد المغارة أم باجمة الواحات البحرية قدامنا نفكر مع بعض كلنا ثلاثين ثانية بعد ثلاثين ثانية هنبدأ نجاو طريق الأحمر نفكر مع بعض محدش تكلم نفقنا؟ ها نتعرفها؟ ندي فرصة للطريق الأخضر من هو يجاو خمسطر شهر ثانية لسا بدا يفكروا، يقولون، هذا يفكروا كويس يا ربي يجاوبونا صح؟ إن شاء الله يجاوبوها صح؟ المانجنيز منطقة اسمها ايه؟ تايم اوت مين هيجاوب؟ انا ام باجمة ام باجمة اجابة صحيحة برافو باتول برافو فريق الأخضر بناخد نقطة انفطاة في البوكس الأخضر برافو يا راتول شطورة جدا و برافو يا نادا شطورة جدا هما الاثنين تيمورك مع بعض فريق واحد والسؤال اللي جاي طبعا للفريق الأحمر ركز كويس الحدود التي تميز محافظة تسمى حدود ايه؟ في حدود اللي هي حوالين المحافظة نسميها حدود ايه؟ دولية، ادارية، طبيعية، عالمية نفكر مع بعض قبل ما نجاوب تلاتين ثانية على الشاشة وبعد تلاتين ثانية هنبدأ نجاوب نفكر مع بعض فريق الأحمر فريق الأحمر فريق الأحمر لسا قدامنا خمستواشر ثانية نفكر كويس عشان ممكن نجاوب خطأ و نفكركم كمان بوسائل المسعب ممكن نحزب إجابتين و ممكن كمان ها ثلاثين ثانية زيادا نفكر فيكم مين جاهز؟ ها؟ مين هجاوب فيكم؟ يلا يا سلمة ادارية ادارية الاجابة رقم اثنين ايه ده؟ انتم تأكدت؟ نص نص؟ طبعا نسأل فريق الأخضر؟ حد يحب يقولهم حاجة؟ ايه رايكو؟ هي قالت ادارية صحة ولا غلط؟ ايه رايكو؟ انت قول لأ، ما تضيعيش ايجابتك ايه رايكو؟ فريق الأخضر؟ طبعا اجابة صحيحة برافو عليكو، فعلا هي حدود ادارية برافو عليكو، اجابة صحيحة جدا وطبعا هكذا الفريق الأخضر عندنا اجابة صحيحة جدا فريق الأخضر عندنا نقطة افتد سؤال ونشوف السؤال اللي جاي، ولكن تعالوا نشوف مع بعض الأول خريطة مصر الإدارية على فكرة، دي خريطة بلدنا الجميلة مصر ونشوفهم مع بعض كده على الشاشة شايفين يا أولاد الخطوط اللي هي موجودة ماشي على الخريطة دي لي خطوط باللون الأزرق؟ دي اسمها خطوط إدارية دي طبعا بتفصل المحافظات عن بعضها طيب، يالا الفريق الأخضر جاهزين؟ أصغر قرات العالم ما؟ ما هي أصغر قرات العالم؟ أستراليا، أوروبا، أفريقيا، أسيا، ومعانا تلاتين ثانية نفكر فيهم أصغر قرات العالم القارة الصغنونة جداً أصغر قرات العالم خريق الأحمر متتلمش ها؟ مش عايزي جباد يالا نفكر مع بعض خمستاشر ثانية خريق الأخضر متعاون جداً وبيتفكر مع بعض خريق الأحمر بيجوب بسرعة مش كده؟ صحيح قادر، خنال ثواني خنال ثواني خريق الأخضر جاهزين، مين هي جاوب؟ أمان أوروبا قارة أوروبا، رقم اثنين طبعاً قارة أوروبا، إجابة لأ قارة أستراليا، بينقص الفريق الأخضر نقطة وطبعاً هي قارة أستراليا برضو، هي دي أصغر قرات العالم مهم إن احنا نعرف المعلومات يالا نشوف مع بعض الفريق الأحمر وعلى فكرة، مين هيقولي الأوروبا دي موجودة فين؟ باللون الإيه على الخريق؟ طبعاً نشوف كده مع بعض ها؟ أي لون فيهم؟ مين هيقولي؟ مين هيقولي؟ مين شاطر هيقولي؟ قارة أوروبا لونها زي الأبيض كده، اللي هي موجودة دي اللي هي ندينها لون زي الأبيض ها؟ قارة ايه؟ أه اللي موجودة تحت ديها الشمال، شايفها؟ شاولكم عليها؟ هيا دي، شايفينها؟ دي اسمها قارة ايه؟ نادا نادا على هداية طب يالا هداية أسيا؟ لا، ها، باتول؟ أمريكا الجنوبية؟ باتول فعلا، نقطة أمريكا الجنوبية ونشوف الفريق الأحمر بقى؟ السؤالة اللي بعد كده، الفريق الأحمر والفريق الأخضر؟ الأحمر الأحمر، طب يالا نشوف مع بعض أشهر المنخفضات في مصر منخفض نقط، شوف مع بعض الجولف الكبير، القطارة، المعازة، العوينات، فكر مع بعض، دمنا ثلاثين ثانية، ثلاثين ثانية، نفكر الجهازين على طب ثلاثين ثانية ونشوف طبقات منهم على خلاص عشر ثواني فقدر عشرين ثانية نفكر 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 ده الشعار بتاعنا مش كده؟ صح يا نده؟ نفكر ايه؟ نفكر 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 ها فقدر خمس ثواني هين هيجاوز؟ تنمى على هاي؟ حاب يلا يا ساعة القطارة برافو اجابة صحيحة برافو عليك بيفوز فريل احمر بنقطة فعلا اجابة صحيحة هي منخفض القطارة ونشوف السؤال اللي جاي للخليط اخضر عرفت مصر الصناعة الحديثة من عصر من بقى؟ خلي بالك بقى ركزي محمد علي جمال عبد الناصر السادات الخديوي اسماعيل فكر مع بعض ها عندنا اربع اختيارات واحدة بس منهم هي اللي صحة نفكر كويس مصر عرفت الصناعة الحديثة منذ عصر مين؟ محمد علي جمال عبد الناصر السادات الخديوي اسماعيل والخليل احمر مايتكلم عشان صدقوا عادي ها يعني سواي مين هيجاوز في الخليل اخضر ها مين؟ محمد علي محمد علي اجابة صحيحة براول فريل اخضر شاطرة جدا جدا فعلا هو محمد علي على كده محمد علي المزيد فكرة مجردنا سنة 1905 عايز اقول لكم ان من التاريخ ده لقى محمد علي اول ما تولى الحب لقى حاجات كتير جدا وحشة جدا في البلد زي الزراعة زي الصناعة التجارة مكانش فيه جيش قوي علشان كده محمد علي عمل ايه؟ بدأ محمد علي ان هو يعمل نهضة حديثة بلدنا فاهتم بالزراعة اهتم بالصناعة اهتم في كل حاجة بلدنا حتى كمان التعليم اهتم جدا بيه والجيش علشان كده محمد علي اهتم بالصناعة وعرفت مصر الصناعة الحديثة منذ عهد مين؟ محمد علي اختار جدا فعلا محمد علي بيفوز الفريق الاخضر نقطة حطيته نقطة؟ اه تمقاتكم وحطيته اثنين لا واحدة طيب نشوف مع بعض الفريق الاحمر سؤال سهل قوي قوي السهولة التي تمتد بطول نهر النيل على ضفة طيب يعني السهول الارض الموجودة جنب لنهر النيل اسمها ايه؟ السهول الساحلية السهول الصحراوية السهول الفيضية كل ما سبق نفكر كويس نفكر كويس قدامنا تلاتين سانية فات منهم كانوا ثواني ها نفكر خليل احمر يفكر كويس يورد رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة قدامنا عشر ثواني نفكر ومفكرتوا كمان بوسائل المساعدة ممكن تستخدميها يوني فعلا اигрابه عليك هي السجول الفوضية هفيه ايه الفرق بين السجول الفوضية و سهلية السجول الحوضية بتكون دايما موجودة يعني بجوار الأنهار الأرض اللي جنب الناحر سواء نهر المين نهر الأمازون أي نهر موجود في العالم دي اسمها سجول ها سجول ايه فى دايما طيب مين فيكو بيحب يروح السحل الشمالي ها ها حد راح السحل الشمالي فالسحل الشمالي فيه هناك نهر ولا بحر؟ بحر بحر مش كده اللي هو البحر الايه؟ المتوسط المتوسط مش كده؟ تعرفوا ان كلمة السهول الساحلية جاية من كلمة ساحل البحر اذا ممكن نقول على اي ارض موجودة جنب البحار او النحيطات بنقول عليها السهول الايه؟ الفيضية هل حلقت الفرق بينهم؟ الفيضية جنب الايه؟ جنب الانهار شطار جدا والساحلية؟ جنب الحار يا ابو عليك شطار جدا البحار بس ولا بحره محيطات؟ محيطات ممكن محيطات كمان؟ شطار اوي يلا نشوف مع بعض السؤال اللي جاي لك فريق رقم اثنين فريق الاخضر من هضاب السحراء الشرقية هضبت يلا يا ندم ها هضبت ايه؟ هضبت التيه هضبت العجمة هضبت الجلالة البحرية هضبت الوسطى فكر مع بعض فريق الاحمر ما يتكلمش ها هلاتين سانية فريق الاخضر يفكر هضبت التيه هضبت العجمة هضبت الجلالة البحرية هضبت الوسطى وطبعا مين هيجاوض فيكم؟ اه مين هيجاوض في رفا الكب بتاعوا؟ اه باتول هتجاوض؟ ضعيد بس ناخد خمس سوالين كمان نفكر؟ اش فكر فكر كويس هضبت ايه في اربعة دولة؟ رقم كم؟ هضبت التيه هضبت الصحراء او هضبت الصحراء الشرقية شوفت ندا لا افكش كويس هضبت التيه وهضبت العجمة موجودة فيه شبه جزيرة ايه؟ سيناء صحة luck أما هضبة الجلالة البحرية فهمتها فهوك فتأس سحراء الشرقية إجابة الصحراء هضبة الجلالة البحرية هكذا تسمع هضبة الجسخية هكذا سحراء التالي ه Burnt التالي هضبة جلالة البحرية والجلالة القبلية linha هنا, ه VIS We have any information من 4 النهاردة احنا نعرف علامات كتيرة جدا عن الجغرافيا وعن التالي صح ولا لا؟ وهناخد سؤال عن الماف بس كمان شوية جاهزين؟ طيب يلا نشوف مع بعض السؤال اللي جاي فريق رقم واحد الفريق الاحمر تنتشر ظاهرة نقط في الصحراء الشرطية فكر مع بعض الكثبان الرملية المنخفضات الاودية الجافة الواحد نفكر كويس ظاهرة ايه؟ هي الابتنشر في الصحراء الشرطية الفريق الاحمر يفكر كويس رقم واحد الفريق الرملية الاثنين المنخفضات ثلاثة الاودية الجافة اربع الواحد فكر كويس طيب احضر عرفنا طيب يلا كارمين هي فريق كرت الاحمر فريق بتاعه نسمى اللي هتجاوه يلا يا سلمة رقم ثلاثة الاودية الجافة رقم ثلاثة يعني ما تنفعش الكثبان الرملية ما تنفعش ايه ما تنفعش صح برافو فعلا هي الاودية الجافة برافو يا سلمة بيفوز الفريق الاحمر لنقطة طيب حاولت احباطك سواء تصنعات النيت متأكدة من الداخل طيب نشوف مع بعض الكريق الاخضر والسؤال اللي جاي طبعا سؤال سهل جدا ونفكر فيه كويس دراسة الطقس تفيدنا فيه تحديد ايه لما ندرس الطقس المحاصيل الزراعية نوع الصناعات نوع الملابس النشاط مين عارف الاجابة في الفريق الاخضر ثلاثين ثانية نفكر كويس ها لما ندرس الطقس تفيد دراسة الطقس جيد تفيدنا في تحديد ايه ها محاصيل الزراعية نوع الصناعات نوع الملابس النشاط نفكر كويس تفيدنا في الفريق الاخضر ها ها عارفين ولا لا ممكن لكو الجافتين لو مش عارفين ها نحسن الجافتين لو مش عارفين لو طبعا تقول انت متأكدة ها 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 محاصيل الزراعية المحاصيل الزراعية طبعا اجابة خاطئة لان هي نوع الملابس عارفين دي بقى الفرق بين بصوا بقى الفرق بين الطقس وبين المناخ هقول لكم علم الطقس هو حالة الجو فترة زمنية قصيرة ايه زي مثلا النهاردة وانتو جايين الحلقة النهاردة لبستو حاجة تقيلة ولا حاجة خفيفة حاجة خفيفة يعني لو كاميرا جابتكو كلكو كده هنلاقي سلم لابس حاجة خفيفة صح هدية لابسة خفيفة اه عندنا كمان باتول لابسة خفيفة وكمان عندنا اه نادى لابسة خفيفة لكن لو الطقس بقى في فصل الشتاء جو صعب قوي اه لو يوم مثلا جايين نصور في فصل الشتاء يوم مثلا النهاردة نازل قيت الجو ساعة قوي تقين لابس ايه تقيد صح ولا لا يبقى الطقس بيفدنا جدا في دراسة او في تحديد نوع الملابس اللي احنا هننباسها صح لكن المناخ هو المسؤول عن او بنحدد من خلاله نوع المحاصيل الزراعي للمفترة زمنية طويلة في انتهى لا 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 يبقى تشوف مع بعض السؤال اللي جاي للفريق الاحمر النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة تسمى نقط نفكر مع بعض نفكر مع بعض نفكر مع بعض كويس النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة تسمى ايه هنفكر احمر يتفكر كويس نعدنا فاضل خمس وباشر ثانية اه هنفكر هنفكر الاحمر لسه فاضل كالا نفكر مين جهز أحمر مين هجاو يالله يا سلم مين قياس الرسم رقم واحد نشوف الإجابة إيه رأيكم الفريق الأخضر صح أو الغلط صح أو الغلط صح برافو صح مش كده يبقى الإجابة إيه صحيحة برافو فعلا نقطة الفريق الأحمر بيفوز بنقطة الفريق الأحمر ونشوف تمام معانا الفريق الأخضر والسؤال بتاعه سهلة قوي من المحافظات الجاذبة للسكان وتقع على نهر النين محافظة بتجذب السكان كفر الشيخ الإسكندرية قنى القاهرة تقع على نهر النين مين هيجاول فيكو بس لا نفكر هيا ما تقول لك جاهزة عبطول لا لازم نفكر يلا ندف ندف ففكري معها يلا ففكروا مع بعض ففكروا يمكن تكون إجابة تانية هاشتكلم في ريلا أخر أفاضل عشان سويني برضو فكر ممكن يبقى إجابة جيدة ها عايزة الأخضر سويني مين هيجاول بطول بطول يلا ما نفكرتش الكارت بتاعك يلا برافو فضل ها القاهرة القاهرة إجابة إيه رأيكم فريق الأحمر صح؟ صح إجابة صحيحة برافو عليكم بيفوز الفريق الأخضر بنوطة شكار جدا وفعلا معرفتها عشان سويني مدينة مليونية مدينة مليونية يعني إيه مدينة مليونية؟ يشدوهم يشدوهم صح؟ بتقولي إن المغناطيس ده بيجذب المصامير صح ولا لا؟ طب القاهرة عاملة زي الإيه؟ المغناطيس اللي تجذب مين؟ السياح السكان طب ليه بقى؟ تلاقي ناس كتير جدا بتسافر من محافظات بتاعتها من أسوان ولقصروس وهاج والقاهرة وكفر الشيخ والسكندر محافظات كتير قوي ويروح يشتغلوا فين؟ قاهرة في القاهرة ليه؟ عشان فيها فرص عمل كتير جدا فيها شركات كتير قوي فيها مصانع كتير جدا فيها فرص عمل بيخلي السكان أو الشباب يجلوا يشتغلوا فيها فهمتوها؟ يبطلع من إجابة الفريل أخضر إجابة إيه؟ صحيحة صحيحة إضراب خدتوا نقطة؟ شطار جدا نشوف مع بعض مشاهدين الكراه الفريل أحمر والسؤالين دول جمدين جدا محتاجين نفكر فيهم للفريل إيه؟ بلغت عداد سكان مصر عام 1882 كم نسمة؟ 9 مليون 11 مليون 7 مليون 3 مليون نفكر نفكر كويس جدا 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 ها نفكر كويس حزف إيجابتين؟ حزف إيجابتين ممكن نحذف لهم إيجابتين أنشوف الإيجابتين اللي احنا هنهزفها لكم ها اه جاهزين؟ ها نشوف أنا هز richtigeكم؟ طبعا السعب فاضل سبع مليون وثلاثة مليون انت عارفة طبعا تكلمينش خالص ها عارفين ولا لا متأكدين يلا نشوف نين ها تفضلي سبع مليون نسمة سبع مليون نسمة برافو فعلا اجابة صحيحة سبع مليون نسمة شكار جدا وطبعا تجد ان نشوف نحط نمتها ولا لا طب يلا نشوف الفريق الاخضر جزين كل سؤال اللي جايبة زي ورأي منه شوية طب يلا بلغت عداد سكان مصر عام ستة وسبعين الف سمية ستة وسبعين فكر كويس ها ستين مليون نسمة عشرين مليون اربعة واربعين مليون تمانية وتلاتين مليون نفكر نفكر الفريق الاخضر حزف ايجابتين ها حزف ايجابتين ايه تمام طيب نحزف ايجابتين نشوف مع بعض كده ها هنحزف لكم ايجابتين نشوف عشان برضي احدش يجاوب خطأ بصنا نسألها لك عشان تجاوب صحة اتفعنا؟ جاهزين ولا لا؟ مخباح يلا، بصنا ما حزف لكم فادل ٤ مليون نسمة وثمانية وتلاتين مليون نسمة استاذ يا رقم erhalten كانوا مراف horse اه الا رقم اربعة رقم اربعة فاضل وثمانية وتلاتين مليون نسمة نفكر مع بعض اسenteك بكار كويس 38 مليون نسمة برافو 38 مليون نسمة شاطرة جدا جدا بطول و ندا برافو عليكو فرير أحمر طبعا كما عارفين الإجابة تقاطين أو لا انت تقاطين انت تقاطين انت تقاطين بين 4 مليون و 38 مليون بس عفاكرا لما تعرفي معلومة زي دي دي حاجة جميلة جدا انك تعرفي السنة دي بالذات عدد السكان عارفين نسمة عنيه شخص سوى رجب كبير او ست او امرأة او طفل او شاب صح ولا لا فطبعا كان 38 مليون نسمة برافو عليكو الإجابة صحيحة برافو عليكو جدا مشاهدين يا كرام هنطلع فاصل قصير جدا و نرجع لكم نكمل المسابقة القوية بين فريق الأحمر و الفريق الأكبر ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين يا كرام مكملين مسابقة الأوائل في برنامج سر التفوق قناة مصر التعليمية معنا فريقين فريق الأحمر و الفريق الأخضر فريق الأحمر معنا سلمة و معنا هدية و الفريق الأخضر معنا باتول و معنا ندا و المسابقة القوية و السؤال الجاي الفريق مين الأحمر نشوف مع بعض قائد الحملة الإنجليزية على مصر سنة 1807 فكر كويس نابليون نيلسون فريزر مينو فكر كويس الفريق الأحمر قائد الحملة الإنجليزية على مصر 1807 نابليون نيلسون فريزر و المينو عندنا أربع اختيارات عندكم كل فريق عنده وسيلة مساعدة أنه ياخد 30 ثانية زيادة لسه قدامنا 10 ثوانية ها هنفكر يا ترى مين فيهم اللي هيرفع الكرت بتاعه وهيجاوب يلا مين يلا يا سلمة فريزر فريزر الإجابة رقم 3 إجابة صحيحة برافو عليك فعلا فريزر بيفوز الطريق الأحمر بنقطة فريزر فريزر تكتب نشيك حاجة تشاهدون الصورة اللي اجابة دي فعلا تشاهد مع بعض كده الصورة دي طبعا دي صورة لملحمة جميلة جدا وهي مقاومة أهالي مدينة رشيد للحملة الإنجليزية لفريزر وعلى فكرة الشعب في الوقت ده اللي هي أهالي مدينة رشيد هم اللي وقفوا ضد فريزر ده ها فيين فريزر ده؟ كان واحد انجليزي قائد جيش انجليزي وجه أيام محمد علي باشا وحاول ان هو يدخل بلدنا وحاول ان هو يسيطر عليها ويحكمها ولكن احنا في اللقطة دي محمد علي باشا أمر وبعت رسالة بسرعة للأهالي اللي موجودين هناك وكان عمر مقرم كمان معاه وقالهم بسرعة 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 اقفوا ضدهم والناس فعلا وقفوا ضد الناس او ضد الحملة الإنجليزية اللي هم الإنجليز بقيادة فريزر بقيادة فريزر اسمه ايه؟ مش فريزر بتاع التلاجة مش هو ده؟ مش هو لا فريزر اسم قائد فريزر تمام؟ وكانت النتيجة هزيمة القوات الايه؟ الانجليزي برافو عليكم الفريق الاخضر او الاحمر بيفوز بنوطة خدتوا نوطة ولا لا شطار جدا مش هادئنا الكرام تعال نشوف مع بعض كده السؤال الجاي للفريق الاخضر وسؤال قوي جدا نشوف مع بعض خرج الملك ميناء موحد القطرين من مدينة نوط نفكر مع بعض منف طيبة نخب ثبوتو نفكره قدامنا تلاتين ثانية تلاتين ثانية تلاتين ثانية ها نفكر مع بعض ثلاتين ثانية ها جاهزين ولا لا؟ جاهزين انتو جاهزين من ثانية ثمانية وعشرين او سبعة وعشرين تقريبا صح؟ طعا انا منظر قبل ما انت ردت للتقارات قلتها منت قبلها يا بطول؟ طب انتو زكرة كويس طعلا طب يلا مين هيجاوب؟ انا يلا هنا ده تفضلي مدينة تيبة مدينة تيبة برافو فعلا هي اجابة صحيحة برافو عليكم فعلا هي مدينة تيبة طب مين شواطر فيكو يعرف؟ مدينة تيبة دينة مدينة ايد الوقت ماذا؟ لا ندولة مدولة مدينة تيبة اللي هي مدينة ايد الوقت مدينة الكاهيرو؟ لا تيبة نفكر نفكر مع بعض تيبة الاسكندرية؟ لا اقولكم عليها؟ هي في الجنوب ايما هي في الجنوب مش في الشمال اسوان؟ طيب اختيارات اخر مرة اخر مرة كل واحد فيكم هيقول اختيار واللي هيجاب صح هياخد نقطة يلا يا سلمة ها جيفس قولي كده خميني محافظة في الجنوب بسرعة 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 اسوان؟ لا لقصر شفتي بقى برافو نقطة نقطة الفريق الاخضر فعلا محافظة لقصر ودي طبعا اللي هي زمان كان اسمها مدينة ايه؟ طيبة طيبة طيب طيب تعال نشوف مع بعض مشادينا الكرام السؤال اللي جاي للفريق الايه؟ ها؟ احمر 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 اعرفت الصورة اللي قدامنا دي هي صورة للملك ميناء او نارمر او نعرمر دي اسماء طبعا كلها للملك ميناء وطبعا هو هنا بيبين لك وهو ماسك راجل كده وبيضربه ان هو ايه؟ قام بهزيمة الاعداء وقام بتوحيد الايه؟ القطرين الشمالي والايه؟ الجنوب تمام وده كان سنة 3200 قبل الايه؟ قبل الميلاد عارفين المعلومات دي؟ صح ولا لا؟ صح خرج من مدينة طيبة وطلع فوق الشمال حرب مملكة الشمال وقدر ان هو يقوم بتوحيد القطرين صح ولا لا؟ وبدأ ان هو يعمل عاصمة جديدة ويحكم البلاد يبقى مين اول واحد؟ وحد القطرين سنة 3200 الملك ميناء؟ او الملك؟ نارمر او الملك؟ ها؟ نارمر اسمه ايه؟ نارمر نشوف مع بعض مشاهدين الكرام السؤال اللي جاي الفريق مين؟ الاحمر الاحمر كانت عاصمة مملكة الجنوب قبل توحيد القطرين هي نخب بوتو اواريس طيبة نفكر مع بعض 30 ثانية وناخد الاجابات 30 ثانية نفكر كويس نفكر كويس عاصمة مملكة الجنوب فريق الاحمر نخب نخب بوتو اواريس طيبة اواريس اواريس طيبة اواريس 30 ثانية زيادة اوكي هناخد كمان 30 ثانية نستأذن طبعا الاخراج ان هو يدينا كمان 30 ثانية علشان طبعا دي وسيلة تانية للمساعدة بتاعتهم ناخد كمان 30 ثانية ايه دا حترسة مخطوش بسا ها عارفتوها 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 اول من 30 ثانية بدأت ها طيب خلاص ديهم الحق طالما هما يعني عارفوا الاجابة في نص الوقت تفضلوا يال مين هيجاوب تفضل يا سلمة طيبة طيبة الاجابة رقم 4 طبعا طيبة اجابة خاطئة للأسف وانه نحن 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 اه تيجون شو في السؤال مرة تانية ها سلمة عمصرا سؤال مرة تانية عاصمة مملكة الجنوب كان فيه مملكتين مملكة الشمال الفوق ومملكة الجنوب تحت الشمال الفوق كان اسمها ايه؟ العاصمة بوتو تفكرينها واعاصمة مملكة الجنوب كان اسمها ايه؟ ناخ طيب اواريس دي كانت عاصمة مصر انه Außerdem محصوص لما جوو compare قداء بلدنا صح ولا لا لما جووه مسرعوا بلدنا ودخلوا ابضلت عاملوا عاصمة اسمها اواريص طيب طيبة دي كانت عاصمة الدولة الايه؟ الحديثة فاكرينها ولا لا؟ طيب براو شوف مع بعض بس سؤال اللي جاي للفريق الأخدس وقال صعب شوية من هو آخر سلاطين الممليك أو دولة الممليك؟ آخر سلطان في الدولة كلها نشوف مع بعض محمد الثاني قنصوة الغوري طومان باي سليم الأول نفكر مع بعض آخر سلطان لدولة الممليك يلا يا ندا نفكر مع بعض ثلاثين ثانية ثات منهم عشر سوين سؤال صعب شوية بس ندا لو فكرت عشان داخل أقول عبادي لو فكرت ندا هتجيب السؤال ده آخر سلطان لدولة الممليك لسه قدامنا وسيلة مساعدة اللي هي ثلاثين ثانية زيادة ها طيب مين هجاوب؟ هو آخر ولا كانت علي ولا عليها عليها هي يلا مين هجاوب؟ الإجابة لكم اتنين اتنين قنصوة الغوري طبعا إجابة خاطئة هو طومان باي صور الغوري ده كان الملك أو كان سلطان دولة الممليك في بلاد الشام أما طومان باي فكان آخر سلطان مملوكي وكان موجود عندنا في مصر الدولة العثمانية واحد اسمه سليم الأول دخل في حربة قوية جدا مع مين؟ ها مع مين؟ مع طومان باي عندنا في بلدنا هنا في مصر وكانت النتيجة هي هزيمة طومان باي المملوكي وانتصار سليم الأول طيب نشوف مع بعض السؤال اللي جاي طبعا ده للفريق الأحمر قام بثور الثلاثة وعشرين يوليو 1952 ضد الملك مين بزعامة الدباط الأحرار؟ فؤاد الأول فاروق سليم الثاني توفي نفكر مع بعض وطبعا النهاردة يعني بنحتفل طبعا من البارح والنهاردة باحتفلاتنا بثور الثلاثة وعشرين يوليو سنة 1952 ها وعايز ألوكو بعد السؤال للفريق الأخضر جيبلكو فيديو جميل جدا فيديو عن ثور الثلاثة وعشرين يوليو هنتفرج عليه بعد السؤال للفريق الأخضر ها فريق الأحمر جهزيا فواضل ثمان ثواني مين هيجاو فيكو؟ هداية جاهزة هداية مركزة كويس طيب يلا هداية ها ضد الملك فاروق ضد الملك فاروق برافو عليكي فعلا إجابة صحيحة بناخد نقطة فعلا هو الملك فاروق ضد الملك فاروق فانا اختورة وطبعا هنا تتمي إلخاء حدثنا الملكية لإعلان الإيه؟ الجمهور الجمهورية والسؤال اللي جاي بقى للفريق الأخضر تعال نشوفه مع بعض أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد ثورة 1952 من هو؟ محمد أنور السادات محمد نجيد الخديوي توفيق اسماعيل باشا نفكر مع بعض نفكر مع بعض كويس ضمنا 30 ثانية طبعا على طول نادا رفعت الكارت الأخضر على فكرة بعد ما هيجوجه هنتفرج على فيديو جميل جدا عن ثور 23 يوليو وهنرجع نكمل مع بعض سهل السؤال؟ سهل فعلا؟ طيب ماشي نشوف مين أول رئيس الجمهورية؟ يلا يا نادا فضلي محمد أنور السادات محمد أنور السادات يا نادا اتسرعتي جدا لأن أول رئيس الجمهورية مصر العربية هو محمد نجيب طبعا على إلغاء الملكية مشاهدنا الكرام هنشوف مع بعض فيديو طبعا احنا بنعيش الأيام دي بارح كان محتفال بفاول 23 يوليو سنة 1952 وإلغاء الملكية وأعلان الجمهورية وتعيين طبعا اللواء محمد نجيب أو الرئيس الجمهورية هنشوف فيديو جميل جدا وهنرجع نكمل مع بعض حلقة النهاردة المسابقة القوية جدا مسابقة الأوائل بين فريق الأحمر والفريق الأخضر ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدنا الكرام مكملين حلقة النهاردة مسابقة الأوائل سر التفوق معنا الفريق الأخضر والفريق الأحمر الفريق الأحمر معنا سلمة معنا هدية والفريق الأخضر معنا بطول وكمان معنا نادا والسؤال اللي جاي النهاردة بقى ده سؤال سرعة سؤال سرعة يعني ايه؟ يعني هعرض لكم سؤال سواء دلوقتي سؤال ما هنبدأ ان احنا نشغل بقى مخنا شوية ها؟ الناس اللي هم الشطار في الرياضيات صح ولا لا؟ شطار؟ طيب هنشوف مع بعض دلوقتي سؤال أول مهارد هرقه على طول هنبدأ ان يجاوب الفريق اللي هيفوز أو الفريق اللي هو هيخلص بسرعة الإجابة بتاعته هيرفع الكارت وهدى ان هو أقول أو أسمع من الإجابة لو صح هتاخد نقطة لو خطأ هدي فرصة للفريق الأخر ان هو يقول الإجابة صحيحة انتفقنا؟ انتفقنا ولا لا؟ يلا نشوف مع بعض جاهزين؟ ها؟ وطبعا على فكرة المشاهدين الكرام برضو هتلاقيهم عاديين دلوقتي برضو مسكين ورق وقلم وعايزين يشوفوا برضو ويختبروا ايه؟ نفسهم وصحبكم صح؟ ماش كده؟ يلا نشوف مع بعض أول سؤال معانا وهو يلا نشوف ها نشوف ألف متين تلاتة وسبعين في تسعة يلا نشوف بسرعة ها نكتب السؤال ويلا نبدأ نجاوه ها نشوف بسرعة ألف متين تلاتة وسبعين في تسعة ها نشوف الإجابة يلا نشغل مخن نشغل مخن اللي هيخلص بسرعة هيرفع الكارت بتاعته مخنج يا فرمين ماش عايز على أخبطك وقتاركم طريق الأحمر بيبخاني طريق ده فكر كويس الف متين تلاتة وسبعين في تسعة يلا القدرات. القدرات. اه. نشغل مخينة. ما فيش على حسبة. ما فيش الكالكليتر. نفطر نفطر. اه. مين هيطفع بصراع ايده. مين جاهز. كلها حاجات سهلة خليبكم ايه. حاجات سهلة مش صعب. ها. ما فيش. ها. حدوصل لليل اجابة. فريل احمر. فضلي. قولي يلا فريل احمر. 277-87. 277-87. طب نشوف الفريل اخضر. لسه. طبعا هنا اجابة. 277 اجابة حاطئة. هنشوف الفريل اخضر نجيهم فرصة. نشوف الفريل الاخضر. ها. نجيهم 30 ثانية ونبدأ نسمع الاجابة بتاعتهم. تفكروا تاني. ليش. طب يلا بسرط. ها. تفكر. ها. الفريل الاخضر. عايز اسمع اجابة. طب. نشوف الاجابة مع بعض بقى على الشاشة. نشوف مع بعض الاجابة. طبعا هنا. حداشر الفربعمية سبعة وخمسين. طبعا دي الجاي بس فيها. طب. نشوف كمان سؤال. ها. كمان سؤال جاهزين. بس المرة دي بقى هيكون اسمه. عارفين الاسمه؟ ماتي فرصة. نشوف مع بعض. ها. ربعمية ستة وخمسين على تلاتة. بسرط. ربعمية ستة وخمسين على تلاتة. يلا نشوف مع بعض. نشوف مع بعض. يطر الفريق مين اللي هيفوز بسرط. ربعمية ستة وخمسين على تلاتة. يطر الفريق مين اللي هيجاوب. يطر الفريق مين اللي هياخد مقطتين. ربعمية ستة وخمسين على تلاتة. يطر مين اللي هيجاوب. يطر مين اللي هياخد مقطتين. السؤال ده بمقطتين. ها. فريق الاخضر تفضل. ها. كامل اجابة تفضلي. مية اتنين وعشرين. مية اتنين وعشرين ولا مية اتنين وكام. انت قاريتها صح ولا غلط. يورية تاني. مية كام. مية اتنين وعشرين. ها. طيب عشر. اجابة. الاجابة خاطئة. ها. فريق الاحمر. تو تو تو. تو تو تو. تلاتة تو. ايه؟ طيب نشو. طيب مية اتنين وعشرين هي مية اتنين وعشرين. شوفتوا بقى الاجابة. مية اتنين وعشرين. عشان كده انا قلت ايه. سألتهم. فريق الاخضر قلتلهم. هي مية اتنين وعشرين ولا مية اتنين وحاجة تانية. ممكن يكونوا كانت بينها غلط صح ولا لا طيب تعال نشوف مع بعدي سؤال سرعة تاني بس المرة دي مش معافة نفكر مع بعدي بقى ونشغل بقى ايه الزكرة بتاعتنا ونشوف الصور بتاعت الزعماء بتاعتنا طيب تعال نشوف مع بعدي كده فقرة من اكون هديلك نص الشخصية يعني سورة كده النص الشخصية وانت هتبدأ تفكر بسرعة واللي عارف مين الشخصية يرفع بسرعة الايه ها يرفع ايه الكرت الكرت بتاعه اتفقنا؟ يلا نشوف مع بعض جاهزين؟ واحد اتنين ثلاثة مين هرفع الكرت ويقول مين ده؟ ها احمد عرابي احمد عرابي برافو نوتتين فريل اخضر برافو عليكم فعلا هو احمد عرابي فعلا دي سورته دي سورة كندة بقى اخضر طبعا ازعالين الوطن احمد عرابي اللي قال ايه اخد خلقنا الله احرارا احرارا ولم يخلقنا تراسا او عقارا فوالله اللذي لا اله الا هو لانه استعبد بعد اليوم برافو عليك يا هدية صح برافو عليك شطورة جدا فعلا هو الزعيم الوطني احمد عرابي هو قائد الثورة الايه؟ الارابين يلا نشوف السؤال اللي جاي نشوف السؤال اللي جاي سؤال السرعة ارفع الكرت بسرعة جاوبت صح؟ تاخد نقطتين مين هو؟ احمد انور استادات استادات احمد انور استادات طبعا نقطتين محمد انور استادات طبعا ده رئيس مصر طبعا العظيم اللي كان قائد او كان رئيس مشر حرب ايه؟ حرب اسمع حرب ايه؟ لا اه حرب اكتوبر حرب ايه؟ حرب اكتوبر حرب اكتوبر صح؟ طب مين عارف؟ حرب اكتوبر احنا فزنا وانتصرنا على مين؟ على دولة مين؟ ورجعنا ارض سينالينا على مين؟ على اس؟ السرعية السرعية الشصار جدا فعلا هو محمد انور استادات ناخد سؤال ده ني؟ جاهزين؟ بس السؤال اللي جاي بقى خلاص هنمشي بترتيب تاني الفريل الاحمر والفريل ايه؟ الاخد نشوف مع بعض يجرى تعداد السكان في مصر مرة كل ناط فريق الاحمر حشرين سنة عشر سنوات خمسين سنة خمس سنوات يلا نفكر مع بعض نفكر سوا فريق الاحمر فريق الاحمر دايما بيتسرع وبيغلط وبينقص نقاط عشان هو بيتسرع مالي الاخدر عافي؟ حش كلمة اوه اوه اي ندع نفكر مع بعض الاول نشوف لسه عشر سوايني فريق الاحمر اه سلمة يلا يا سلمة لا ده سؤال ده بالترتيب لا ده بالترتيب يلا ها فتبالي عشر سنوات متأكدة بالنسبة كم في المية ها بالنسبة كم في المية متأكدة مية في المية صح؟ برافو فعلا هو كل عشر سنوات بيفوز الفريق الاحمر بنقطة واحدة برافو عليكم الفريق الاحمر ونشوف السؤال الجايد بالخريق الاحمر يلا ندع وبطول امتحك وصور مع قبل الخريق من معرفة الانسان نعط نفكر نفكر النار الكتابة الراعي الصناعة عندنا اربع اختيارات نفكر ثلاثين ثانية نفكر كويس ما نتسرعش يا ندا انت وبطول ما نتسرعش نفكر كويس وناخد وقتنا نفكر فيه ها ها جريحين اخر سؤال للفريق الاخضر وهنعد النقاط دلوقتي ها ونشوف مين الفريق اللي فايز ها انتها تقصد مع قبل التاريخ اخر سؤال يلا مين مين هجاو فيكو مدة زمنية اضافية مدة زمنية انتو خدتو قبل كده ولا ماخدوش خدتو قبل كده مدة زمنية اضافية لا ماخدوش طيب ممكن ناخد تلاتين ثانية مدة زمنية اضافية واخر وسيلة مساعدة للفريق الاخضر مدة زمنية اضافية تلاتين ثانية ها فضالي باتون الكتابة الكتابة نقطة الفريق الاخضر بيفوز الفريق الاخضر عشان هجيناك يا رقام كده اسألتنا خلصك بس مين معرف بقى مين الفريق كل فريق فيكم هيعد النقاط الموجودة في البوكسل اللي قدامه يلا سلمة سلمة يلا يا سلمة عاديهم كده كم نقطة ها لأ في سرك يا سلمة واكتبيه لي الرقم عندك على الورقة يلا ها اكتبيه لي الرقم على الورقة والفريق الاخضر برضه يعد النقاط ها تشوف مين الفريق اللي هيفوز ها اكتبيه لي الرقم يا ترى مين ها فريق الاحمر كم نقطة عشرة عشرة نقاط احنا مع تربة عشر برافو يبقى الفريق الاخضر مشاهدنا الكرام بيفوز وبروح رياضية جدا شكروا بقى الفريق الثاني وولولهم هارد لايك كده هارد لايك تمام وانت هتقولولهم ايه ها مش هتقولولهم مجرور جود جوب برافو بنشكركم جدا باشكر الفريق الاحمر ايه ده فعياتي ولا ايه طيب سلمة بشكرت جدا كنت معنا النهاردة شكرا هدية شكرا يا بطول كنت معنا وجايا مسافة بعيدة جدا شكرا يا ندة بشكركم جدا كانت مسابقة حلوة تمبصلتو النهاردة عرفتم معلومات جديدة وانا كنت سعيد جدا كنت معاكم النهاردة مشاهدنا الكرام وسلنا لاخر نقطة او اخر وقت حلقتنا النهاردة بشكركم جدا وبشكر طبعا كل صحابي النهاردة اللي كانوا موجودين معايا كانت حلقة رائعة جداً ونشوفكوا في المسابقة جديدة من المسابقة الأوائل في برنامجكم في صدر التفوق نشوفكوا على خير وإلى اللقاء